استقبل الأخ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا اليوم في صنع علماء ومشائخ وقيادات ووجهات محافظة ذمار بحضور محافظ المحافظة حمود عباد وقيادات المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية والشخصيات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الشبابية والنسائية وفي اللقاء قال رئيس اللجنة الثورية العليا إننا نحاول بكل ما في وسعنا إيقاف آلة القتل والدمار وتغليب مبدأ الحوار كمبدأ أساسي نؤمن به لأننا نملك قرارنا ولن نتخلى عنه ومن المؤسف أن من يقف أمامنا لا يملك الإرادة أو القرار وأضاف كنا نتطلع ولازلنا أن يغادر الوفد إلى الكويت لحل الإشكال وإيقاف العدوان والدمار على الشعب اليمني مقدمين المبادرات والمبادرات من جانبنا من أجل ذلك وقد جربنا الذهاب إلى مفاوضات على أمل توقف العدوان ثم لا يتوقف كما حصل في مفاوضات جنيف ثم في بيل بسويسرا وتابع ثم جاءت التفاهمات على الحدود مؤخرا وتبادل الأسرة وتسليم جثامين على أسس اتفاقات معهم بالتوقف الكامل عن العدوان في جميع المحافظات وهو ما لم يتم واستمرت الخروقات التي تتجاوز المألوف في مثل هذه الحالات إلى استمرار القصف بالطائرات وهو ما يؤكد أن القيادة على الجانب الآخر وراء ما يحصل وأكد رئيس اللجنة الثورية العليا أن حضورنا إلى الكويت يتطلب الوقف الكامل للعدوان ولا يمكن القبول بشروط ومطالب قبل الوصول إلى حل سياسي يتبعه تفاهم وحوار على التفاصيل وضمان عدم انتهاك الطائرات سيادة الجمهورية اليمنية وأن لا يستمر العدوان في دعم المرتزقة والإرهابيين في اليمن مشيرا إلى أن المعنويات في الجبهات لا تزال فوق ما يتصوره الجميع وأضاف إذا توقف العدوان في أي وقت فإن الجميع حاضر للبناء وحاضر للتأمين وعلى درجة عالية من اليقظة في كل المحافظات والحرص والحذر من المفخخات والإرهاب كما جرت عادة الأمريكان وأدواتهم وثقافتهم في إهلاك الحرث والنسل كما أداروا المعركة ضد بلادنا ومارسوا فيها كل ما عشتموه ومضى قائلا ذمار من المحافظات الرئيسة في مشروع بناء اليمن يمن الحضارة والعلم كما هي ذمار حاضرة العلم والصمود والحرب والسلام والثبات والتماسك والتنوع الاجتماعي الحقيقي واستعرض رئيس اللجنة الثورية العليا الحضور المميز لذمار في التاريخ وظل مشروع الوحدة السياسية والاجتماعية حاضرا في مختلف المنعطفات التاريخية وتمسك أبنائها بمبادئ الإباء والعزة وبشر الحاضرين بسقوط مشروع المؤامرة على اليمن بصمود أبناء الشعب اليمني في مختلف الجبهات وبكل صور مشروع المؤامرة عبر الإجرام والذبح والسحل وارتكاب المجازر في ذمار وغيرها من المحافظات أو بالتحالفات الدولية أو بالحصار بما يؤكد الحقد على أبناء الشعب اليمني واستهداف الجميع من المدنيين والأطفال والنساء والبنية التحتية وأكد أن مرتكبي كل هذه الأفعال سيلقون أو سيلقون في مزبلة التاريخ وسيذكر التاريخ بكل جلاء الأدوار الوطنية والروح الوطنية لكل الأحرار الذين وقفوا ضد هذا الغزو والعدوان وأفعاله وإجرامه ولفت رئيس اللجنة الثورية العليا إلى المبادرات التعبوية والخدمية التي يقدمها أبناء ذمار عبر القوافل اليومية إلى الجبهات كتعبير عن قيمهم ومبادئهم التي يملكها الشعب اليمني العريق وهي الملكية التي لا تباع بالمال أو أن يقبل الأحرار أن يصير تابعين وشدد رئيس اللجنة الثورية العليا على ضرورة العمل من أجل تثبيت البيئة الاجتماعية السلمية والآمنة عبر المبادرات الاجتماعية والقيادية في حل مشكلات الثأر والنزاعات وتحقيق المصالحات الاجتماعية عبر تحمل الشخصيات والوجهات مسؤولياتها في تضميد جراح الداخل للتغلب على مؤامرة الخارج والمحاولات الدائمة لعاقة تطور المجتمع والدولة والوطن وأكد حاجة اليمن إلى بناء يبدأ من الداخل قبل الحجر الذي دمره العدوان وفشل في تدمير الإنسان اليمني الصامد الذي ينبع من روح أبنائه مؤكداً الاستعداد للمساندة والدعم والمشاركة في سبيل تحقيق حلول المشكلات الداخلية وآثرها فيما أكد محافظ ذمار حمود عباد أن محافظة ذمار اليوم هي ذمار الحاضرة عبر التاريخ في الدفاع عن الإسلام ووحدة الوطن والتي يحمل أبناؤها ورموزها التاريخية قيم الثبات التي عرف بها المؤمنون والأبطال الأخيار وقال إن ذمار وقفت دوماً مع الشعب اليمني وخياراته وانتصاراته وبطولاته وهي مخزن الرجال والأبطال وموئل الشهداء العظام الذين دفعوا عن سيادة وطنهم واستقلاله في مواجهة العدوان وهي محافظة تستحق كل الإجلال والمهابة والإكبار لأنها صادقة في توجهاتها وفية في مواقفها وأهلها كذلك أهل ثبات كسائر أبناء الشعب اليمني العظيم وأكد المحافظ في كلمته أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة خير وعطاء وسلام كون الشعب اليمني الذي واجه بكل إرادته وقوته صلف العدوان قادر اليوم على صنع السلام والنصر من جهته قال الدكتور عبد الكافي الرفاعي في الكلمة التي ألقاها عن جامعة ذمار إن جامعة ذمار قدمت من طلابها وأساتذتها خمسة وثلاثين شهيداً في جبهات الدفاع عن الوطن ضد العدوان والغزو الأمريكي كدليل على تقديم الروح والدم من قبل كل أبناء اليمن في سبيل تراب الوطن الطاهر والاستعداد الدائم للتضحية في سبيل الحرية والكرامة في أي نقطة من الوطن وحدوده وأن هذا الحشد الكبير في هذه الفعالية يرسل لكل ذي بصيرة حقيقة أبناء ذمار والموقف الذي يمثلونه كما أكد الشيخ محمد حسين المقدشي في الكلمة التي ألقاها نيابة عن مشائخ واعيان محافظة ذمار أن المحافظة ستظل دوماً صادقة وشامخة ومناظلة مع قضايا الوطن وفي خندق الدفاع ضد العدوان الصهيوني الأمريكي السعودي على اليمن الذي استهدف واعتدى على كل القيم وارتكب في عدوانه كل المحرمات وقال إن ذمار وأبناءها سيواصلون الصمود في كل الجبهات الداخلية والخارجية ضد هذا العدوان دفاعاً عن الوطن وألقيت في اللقاء الذي حضره القيم بعمل وزير المالية محمد الجند قصيدة شعرية للشاعر محمد العزيزي نالت استحسان الحاضرين هذا وسيتم إذاعة تفاصيل اللقاء في صورة صوتية عقب نشرة الأخبار ترجمة نانسي قنقر